أولاً يجب على المسؤولين احترامها دون تخوف من ردود الأعداء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية هاجم بشدة إسرائيل منتقداً أيضاً فرنسا فيما لم تثمر المباحثات الحظيثة حول ملف نووي إيران والتي بدأت قبل عشرة أيام عن اتفاق السانف ممثل مجموعة خمس سايد واحد وإيران عصر اليوم المباحثات في جناف بهدف وضع لمشات الأخيرة حول اتفاق مرحلي حول برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغربيون في أنه يخفي شقاً عسكرياً رغم نفي طارعاً اتفاق بين إيران ومجموعة خمس سايد واحد ممكن لكن بشرط إذا ما تم التغلب على تخديين رئيسي وهما رضا كل الجانبين وطمئنة إسرائيل أن إيران تسعر امتلاك أسلحة نووية